وكشفت عن ساقيها لماذا سجل القرآن هذا الفعل لملكة سبأ؟ الملكة كشفت عن ساقيها لأنها حسبت العرش الذي بناه سليمان من قوارير شفافة وأجرى تحته الماء حسبته لجة أو بحر بحركة عفوية كشفت عن ساقيها دون أن تشعر وذلك لشدة الانبهار بالعمل الهندسي الرائع والقرآن الكريم سجل لها هذه الحركة العفوية لأنها كانت ملكة محتشمة جاءت إلى سليمان بعقلها لا بجسدها جاءت إليه بعرضها السياسي لا بعرضها الأخلاقي بكسر العين جاءت إليه تفاوضه من قوة وليس لتغريه بأنوثتها غابت عنها الأصول التي تؤمن بها للحظة بسبب الانبهار فكشفت عن ساقيها فلما قيل لها أن هذا صرح ممرد من قوارير أدركت عظمة هذا الملك سليمان وقوته وقدراته وادركت أنها إمام شخص غير عادي لا شك في ذلك وأنه نبي فقالت إني ظلمت نفسي إني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين في لحظة انبهار بالهندسة الرائعة كشفت لا إراديا عن ساقها لكنها آمنت بقية عمرها كله وكشفت عن ساقيها ملكة كافرة وقبل أن تسلم كانت تسبل الثياب الفطرة السليمة تأبى التعري فالأناقة والأنوثة الحقيقية في الستر والعفة وللأسف الشديد كثير من نسائنا كشفنا عن سيقانهن في الشوارع والأسواق والسبب هو الانبهار أيضا لكن بأمواج التعري القادمة من الحضارة خلعنا الإيمان وخلعنا الحياء وخلعنا الاحتشام وخلعنا العقل والتفكير وسرنا كالعمياوات خلف حضارة التعري والرذيلة ولو سألتهن لماذا لما وجدنا جوابا على سؤالك سوى أن هذا شيء جميل وإن هذه موضة وإن هذا هو الدارج قال تعالى قيل لها ادخل الصرحة فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها المرأة من قديم الزمان كانت فطرتها سليمة شيمتها التستر لأن قوله وكشفت عن ساقيها دليل على أن الأصل أنها مستورة اللهم جمل بناتنا ونسائنا بالستر والعفاف والحياء وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى إله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر